بسم الله الرحمن الرحيم الحمد السلام بحضراتكم محمد رياضوي اليوم سنتحدث عن مني كلينيكل حالة جاءت لي في امريكا من حوالي يعني ديسمبر كانت الحالة عبارة عن ميد ايج دوغ والله اعلم كان كان لاب بختصار شديد من ضمن الحالات لك المحدودة على ترياج بورد ان هو بلاد يورين طبعا انت كدكتور طوارد لازم تبقى عارف الحالات اللي على ترياج بورد كلها او الحالات المحدودة قدامك على البورد تبقى عارف هي ايه وهل هي فعلا زي ما الممرضة او الممرضة ايلة ولا انت شايف في حاجة تانية فانت بناء عليه انت بتبدأ بتحرك طبعا حسب المستشفى في مستشفى بيقعطين ممرضة او ممرضة شاطر جدا يعمل ترياج بيرتبهم لك واحد واثنين وثلاثة حسب المستشفى او بيسموها الافضلية اللي هو يتشاف او اللي هي كلمة الترياج انت كدكتور انت لازم برضو انت تبقى عارف وعينك على الترياج بورد لان اذا انت مسئولية الترياج دي مسئوليتك حتى لو انت عندك ممرضة شاطر او ممرضة شاطر اللي بتعمل الترياج حسنا فهو كان الحالة ان في بلاد نورين فانا في الحالة ذيت ما يعني اوكي بلاد نورين كانت عندي حاجات تانية تموت وبتاع فتأكد كانت هي اولى ولكن ادي اطلاق ولو ايه لان بلاد نورين هو ميل ميد ايج ميل انتاكت اعتقد والله اعلم كان جولدن نيكس سوري كان مش جولدن كان بلاك لاب ميكس وكان جاي عشان عنده بلاد نورين طيب مبدئيا كده بلاد نورين ميل اول حاجه تيجي في بالك ستون طلب ما ميل لو في ميل اول حاجه تيجي في بالك يو تي اي تمام لان الميل اصعب يجيله يو تي اي والفيميل مور فريقونت يجيلها يو تي اي تمام فالميل غالبا لو هو ميل بيبقى عنده ستون رخم واحد رخم اثنين ممكن يبقى عنده سواء باكت بناين او عنده خاصة لنا اوكي فانتا مهمتك تعرف اذا كانت هي طبعا الحالة دي دخلت لقيت او ما دخلت لقيت الحيوان نيم على جنبه نيم على جنبه حطيت ايدي عملت لقيته البلاده الكبيرة عرفت خاصة نوع عرفت ان هو كان ممكن ياخد خطوة اهد في الترياج بتاعه لان هو فكان مفروض ما يبقى الترياج ده عن هو ايه بدوره تمام فبالتالي عرفت يا جماعة حالة دي بلاكت عايزين معانا ان هو ونامع جنبه ابدأ اقل على ايه زي القطة بالزبط ان هو يبقى عالي ده ممكن يعمل لك ومش عارف ايه و لازم منه تمام فبتعامل معي زي القطة بالزبط تمام زي القطة بالزبط بس بسرعة كده بالنسبة للميل اول حاجة بتجي في بالي تانية حاجة تارية حاجة بتجي في بالي طبعا لو الهيستري قالك ان هو بس اكد عمل سيرجي رايب او 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 ساعتها ممكن احط الهي احده في كل شيء ايه لكن لو الطبيعي ده بحطه كميل لو فيميل اول حاجة بتجي في بالي الهيو تي ايه بحط بعدها بقى الكالكولاي والتيومر البيو لو هي انتاكت بايوميترا طبعا لو هي انتاكت لازم ما ترش منك حاجة زي كده طلبت منهم منعمل اكس راي عملنا اكس راي وراقينا المنظر ده زي ما حظركم مشايفين فيه ستون كبير هنا في النص هي وفيه ستونز زغيرة خالص حواليه شايفيزها ايه مافروض انا حضرتكم تكنوا شوفتم محضرة الاكس راي الي احنا شغلين فيها دلوقتي فاعارفين احنا بنتكلم في ايه بالزبط تمام زي ما انتو شايفين برضو هنا كده فيه ستونز ثانية ظغيطة خالص هنا فيه ستونز 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 تمام اهي ويستونز هيه تمام فخلا اس اناعرف انه بلادرس تون تمام الفكرة ان هو بلاكت فده الاميرجنسي هنا ان هو بلاكت هو مش قادر يعمل يورينايشن هو بيقول لي دريبلين بلاد هو ممكن يقول لك هو بيتباول دم بس انت هنا لازم تعرف هوا فعلا بيتباول ولا دريبلين بس مجرد نقط لان في الحالة دي شايفين البلادر كبيرة هي او مش بس كبيرة فممكن ان هو يبقى على وشك تمام اه في الفيديو شايفينها هنا هو الستونز بينين بس هنا وراء الايه وراء البروسس هنا كده وفي ستونز تانية هنا هو تمام فاحنا شايفينها في التو فيوز ان هي ستونز اكيد كنت ممكن بس لان الفيو دي كافية كافية ولكن لو انت الكولون كما عدي فوق هنا كممكن يخليك عندك شك فتطلب الفيو الثالثة ولكن الطبيعي التو فيوز دولا مبينين تمام محدش يقول ان دي هذية الاسبينيس تمام طيب هل اكتفي بكده ولا كده تمام لا في شاط مهمة جدا الناس اللي درسوا معنا الاكس راي لازم ناخد اللي هي اسمها ايه اسمها يوريثرا او بات شاط اللي هي السورة دي بروح محاطة الرجلين دولا كرينيال ساحبهم لقدام خلص واخد شاط على اليوريثرا عشان روح مبين اليوريثرا اللي هي ميشة هنا هو لان بين اليوريثرا لو حسنا شايفين اسبينيسة هيت وهديستون هيت وهديستون ثانية هي وهديستون ثالثة هي تمام دولا وضعين هنا واعتقد فيكم مواحدين نظريهم ليس بينيلكم ولكن الستونز ديت هما اللي عاملين الوبستشاكشن اه مش فولوبستشاكشن في الحال دي ولكن بارشيل او حقول يعني سيجنيفكين بارشيلوبستشاكشن اللي هم خلي البلادر دايليتف وا انه خلي الاه الـ تمام طب انا اخدت الصورة ليه دي اخدت الصورة دي عشان اثبت ان انا عندي لوقتي ايه الاميرجنسي ان فيه ستونز هنا فالمورد قال لي لا طب احنا ما بنعملش البيو هنا ولا طب احنا مش هنعمل بيو انا مش مهمة ان نعمل بيو في الحالة دي حتى لو هو اصلا بلوقت انت مش هتعمله بيو لان الكلام ما بتعملهش تمام ممكن تعمل لها عملية تانية وغالبا ما بتحتاجش لان حنتكلم على التكنيك دلوقتي ان عملته تسسع عزانين في المية من الحالات اللي عندك من غير ما تحتاج ان انت تعمل اه تقطع في الوريثرا خالص انت مش هتحك تقطع في الوريثرا هتعمل مشاكل كثيرة لأ مش هتقطع خالص طبعا هنعمل ليه هنزق البلادرز دولة جوه الوريناري بلادر الستونز دولة هنزق الوريناري بلادر مجرد انت زقتهم انا كدكتور مهمتي انتهت سابها بقى تاني يوم الجراح يعملها مش مشكلتي تمام تاني يوم الجراح يعملها طب ما فيش جراح تاني يوم ودي كانت الحقيقة اللي حصل فعلا ان التاني يوم ما كانش فيه جراح وكان اليوم اللي بعده كان ما فيش جراح فالطريقة انا خشت عملها تمام ليه عشان مرضتش الحالي يقعد بكاثتر المدة يومين اه من غير من غير عملية او كده يعني ولكن انت وظيفتك امرجنسي فات ان انت تجترد اف دي ايه اف دا امرجنسي سيديواشن اللي هو اللي هو تمام طيب بسرعة كده اتكلم شايفين النقط دي النقط دي هنا هوت عشان النقط دي في ناس قبل كده لو هي كتت تحت شوية اتلغبطوا فيها وقالوا ان هم ستونز النقط دي مش ستونز النقط دي اللي هي الايه الفابلة تمام دي عظمت وقاعدة ورا الايه ورا الفيمر كده تمام نوع عليه الفابلة عشان دي انا قبل كده شوفت في الكلية مسك بنته ايه قال لها دي ايه ايه قاعدة لستون وكانت قصة طويلة كده وعمل عمل عليها حفلة يعني تمام فضية الفابلة اوكي طيب السر بقى ايه السر اللي يخليك تقريبا تسع وتسعين في المهم من حيات ما يحصل لاش انا المورد ده ما قال لي صعبة وبتاع يعني سوري يعني قال لي مش هطرف تعملها المستفع شغل فيها يعني ببقليش فيها فترة كتيرة فقلت له طيب بص انا رحناك ستين ثانية لو عملت اكتر من ستين ثانية تكسب الرحون ورحيني على خمسة دلار وفي الاخر مدفع الشل عليه المهم فهذه المحلول ملحة عادي محلول سلاين عادي جدا وده هو جيل مثل كي واي جيلي او ما بتجيب سرينجة كبيرة والسرينجة دي بتحط فيها 70% منها محلول و 30% منها جيل فتبع حط الجيل الاول بعد كيها بحط المحلول واخلط اخلط كويس جدا جدا وتعط رجوة كويس جدا 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 ده المحلول اللي انت هتزق بيه ده اللي حيدخل لك كلها ده ستيرل ها دي لسه مفتوحة دي لسه مفتوحة كله ستيرل والسرينجة دي طبعا لسه مفتوحة لو تاخد بالك السرينجة دي عشان الاسطرة اللي عندي هنا هي كاثتر تيب برضه لو الاسطرة دي ما عنديش الكاثتر تيب بحط حاجة اسمها كريسمس تري بتتلف كده شبه كريسمس تري وبتحط الابرة دي لور لك عادية تمام؟ اللي هي الابرة زي العادية جدا اللي موجودة في كل حد طيب بجيب الاسطرة دي طبعا استيرل وحط عليها لوب من بره وبدخلها طب بدخلها زي في التدخيل ان انت زي كلاب بالضبط تثبت البينس فبتخلي حد يعني لك او انت بتعمل لنفسك البينس نفسه وبتطلع تمسك البينس نفسه تمسك البينس نفسه وثبته في ايدك كويس جدا وبشاشة شاشة واحدة بس لو انت بتفرجت على محاضرة دي بس تتفرج على الفيديو اللي انا عملته بشاشة واحدة بس انا الاسف ده ما عملته في فيديو ولكن بتبقى ماسك البينس نفسه بشاشة واحدة بس مش اكتر يعني عشان يثبته عشان ميفلتش مني اهم حاجة لو فلت منك شرطة تمسك وبرح ماسك الكاتر من ناحية التانية وبدخل خلاص هدخل غدا ما هتوقف اول ما هتوقف حد تاني ماسك السرنجة دي ومدخلها هنا وهو مدخلها هنا ماسك التب مع التب عشان مع الضغط ما تفلتش وتروح ايه مفرقة عفو الشنا كلنا فهو ماسك السرنجة بايد وماسك التب مع الكاتر بايد وماسكهم بحيث انه هو يزق يعمل لي ايه كده يعني بوم 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 البوم بوم 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 هتساعد الليستون هنا تخش جوه طيب ايه تاني ايه تاني التركات في الموضوع ده انت هتفضل ماشي بايدك لغاية ما تلاقيها وقفت خبطت في الليستون خلاص انت ماسك البينيس قافل عليه من هنا تمام؟ طبع هيا متخضر او مواسط الليستون ترجع وراء السنة صغيرة ترجع السنة صغيرة سنتي مثلا ليه السنتي ده؟ عشان ما صاحبك يبوش بتديره مجال ان المحلول يجري فيدفع الايه الليستون هي دخش تاني خلاص لو انت روحت عليها انت لازق فيها ما عندوش المساحة اللي هو يزق ايجامد زي ما كنت يقول لك زمان كده في الخيل انت عندك الخيل اهو بيرفوسك روح قريب منه عشان عشان يعني متوجعش قوي ما عرفش الكلام الحقيقي او لا نسبه الخير المهم فانت بتخش بتوصل للستون و ما بتزقش بالستون انت ما تزقش بالكاثتر خالص انت بتزق بالكاثتر انت ممكن تعمل دامج ليريتران انت مش عايز تعمل كده خالص انت بتزق بالمية فانت مجرد وصلت للستون بترجع وراء وتخلي صاحبك يزق 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 وهو بزق بم بوم بوم وهو بزق كده انت بتطلع وترجع تطلع وترجع تطلع افيدت معاك دخلت خاص للاخر بس اما حاجة ايدك دي اللي ماسك ما تسبش لو سابت انت كده كل على فاضي نفس الكلام صاحبك اللي ماسك الكاثتر تب نفسه لو ساب الكاثتر تب دي من دي نفسك هم على فاضي لان انت انت بتحكم السيطرة انت قافل البينيس من ناحية دي وهو قافل الكاثتر تب والسيرينج من ناحية دي فبالتالي كل الضغط اللي هو بيحطه بيروح فين بيروح على الستون بوم 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 فعلا كانت اقل من ستين ثانية اه من ثلاثين ثانية حتى الايه كان راح ودخل الكاثتر الاخر واخدنا بول تمام طيب لو تشوفوا في في كاثتر تاني محطوط طاحت هنا كنت كبتها بس كانت قصيارة طيب التريك هنا ايه انت تريك انت عايز تاخد اكبر كاثتر ممكنة تخش عشان تملى لان انت خليب لك انت ممكن لو الكاثتر رفيعة تعدي من فوق الستون وانت تحقيق لك ان انت عملت فاهم حاجة تكون الكاثتر تكون كبيرة اكبر كاثتر ممكنة ولكن ليس كل ما يتمنى المرء ايه يدركه فانا كان عندي كاثتر كبيرة بس مش طويلة وكاثتر رفيعة بس طويلة فحاولت في الاول بالكاثتر التخينة فما وصلتش ما وصلتش خالص فاضطريت لجأت اللي ايه للكاثتر الطويلة اللي هي مش مش تخينة فدي بتحصل عادي بتحصل في احسن لمستشفيات زي ما يقولوا ايه فعادي عملت نبيل معي وحطت غرزتين هنا في الاخر حطت هنا ايه دي اصلا ما بيجيش بديك كاثر حمراء بس كده اه انا لازقت لها ايه تايب وخياطة هنا والتمام والتمام وابعت دي كريسمس تريلي بيرو عليها لو شايفينها ديئة البيضة وبعد كده ركبت بقى هنا في ايه لاين بتاع محلول عادي جدا وفي الاخر باج عشان عندي كولكشن زي القطط بالزبط لو شفتوه حتى ايه هتعرفوه. تمام? بعد كده اخدت هنا هوت تمام? عشان اتأكد ان ليثرا مفاش حاجة. مش واضحة خالص هنا بس اخدت بعد ما ثبت نفسي. والكاثتر والايه واليليثرا. اه اه اخدت تانية بس مش مش بالاسف ما صورتهاش. ولكن خلاص انا كده زقيت بتاعتي هنا هو زي ما هم. وانا كده انتهت دوري كاميرجنسي انتهى على كده. خلاص? اه ولكن اه الرجل بقى طب معلشه بتاعه ومش عارف ايه وكلام من دوت ومفيش دكتور تانية بكرة ولا بعده. فكان الحل الوحيد ان انا لازم اخش عاملها. طيب انا عملتها ساعة اتنين بالليل تاعة بالليل حاجة زي كده. فدخلت عملت الايه? النقطة اللي انا بكتعايز اقولها اللي المهمة ايه? النقطة المهمة ان انا وانا وانا في العمليات. لقيت اه او مفتحت البطن. لقيت فيه في فليود في البطن. فقلت هو ايه ده? هل ده ممكن يكون لك? هل ممكن يكون حصل لك من يكون حصل او حاجة زي كده? فقلت خلاص تبقى الحل ايه? الحل ان انا اخد عينة من الفليود. لو تفتكروا معلومة القلطة يسا انا اتكلمنا فيها. اخدت عينة من الفليود دوت وقلت للبنت الموردة لو سمحتي اعمليلي اه اه دلوقتي حالا اعمليه قلت لي عايز ايه? قلت لي عايز الكريتنين وعايز البتاسيوم. عايز الكريتنين وعايز ايه? البتاسيوم. اه في البطن. و اه وعملهولي برضو من الفليود اللي انا جايبه. يعني الفليود اللي في البطن ده خلاص تتعملي الكريتنين والبتاسيوم عليه. واخدي دلوقتي من المريض وهو اندر انستيجيا. وقرني اللي اتنم بعض. ليه? لان اتفقنا في المحاضرات على طول قلنا. او البتاسيوم او او بروتونيوم هتلاقي البتاسيوم اعلى والكريتنين اعلى. مش بيمستعب دائما. بس البتاسيوم والكريتنين. فهي عماية البتاسيوم في الابدومن الفليود زي احنا شايفين هنا كده. طبع البتاسيوم 5.4. تمام? وطلع الكريتنين 0.8. جت هنا في البتاسيوم 3.8 الكريتنين كان 0.8 برضو. بس هنا مش واضحة هنا للأسف. ولكن الكريتنين كان 0.8. يعني الكريتنين كان هو هو لكن البتاسيوم كان اعلى. اللي هو طب ازاي يعني? يعني مش 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 زبطة. ما كنت عايز اللي اتنين يقبوا اعلى عشان اشوف ان في ايه ان هو يروق عبدون. ولكن اه يعني ان هي ما كانتش اه 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 اعلى لان كنت عايز اللي اتنين اعلى وفي نفس وقت شفت بالعين كده ما كنت شايف اي حاجة فيها ليك او حاجة ربشر او حاجة ولكن ممكن يبقى فيه ليك من مكان غريب من عند النك من عند حتة غلصة كده يكون ما تشوفوش في العمليات اخبالك اا 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 او ما دورتش قوي عليه فانا قلت بص انا بتاعي انا ما عنديش ليك انا حاسد ما عنديش ليك ولكن حعمل حاجة تانية هتأكد لي بعد كده حورها لكم ان فيه ليك او مفيش ليك. هعمل ايه? هقول لكم الوقت. ولكن ده كان ان انا يديني ريد فلاج. انا عندي ريد فلاج هنا لازم ااكد ايه ريد فلاج. ريد فلاج. فقلت خلاص عايز الامني بيك حبيبنا. الامني بيك حبيبنا هوت. اللي هو كونشست. وزي ما تشايفين روح تجايب ده دي تربست الاكس ده واقعد عليها. مليت حوالي مش عارف اا اربعين سنتيمين من دوت على على عشرين سنتيمين. مش فاكرة كان تلاتين وتلاتين مسلا. السرينجة دي ستين سنتيمين. وعم وحطيت السرينجة هنا. وروح ابتحائن. تمام? وهم وقفين لابسين وانا حتى كنت لابس الجون اللي هو بتاعت الاكس ريي. حضرة الاولانية بتاعت السيفتي اللي ما بيعملش دعبة السيفتي انا لابس الجون. وهم كلهم لابسين الجون وجهزين بحيث اولا محقن في اخر الحقنة يروحهم اقتيت اخدين الاكس ريي. تمام? اه فبالتالي اقدر اشوف. ده اللي حصل. عملت ولاقيت زي ما انت شايفين الكاثترا هي اتمنورة. وادي الايه? البلادر منورة. شايفين البلادر ازاي? من كتر التهاب اللي فيها. تمام? ولكن الحمد لله ما كانش في اي ليك. لو كان في ليك كنت هتشوف هنا ايه? دحت هنا ولا في اي حتة هنا. تمام? اه فقلنا خلاص ايه? ما فيش اه ليك. اه نسيت اقول لكم بس ان انا بعد العملية طبعا لازم تاخد عشان تتاكد ان مفيش في البلادر انت نسيتها. وان مفيش اه ستونز في اليوريثرا لازم تعمل ببادشات برضو. دي بعد العملية وده قبل العملية. بص بعد العملية مفيش اهو. ادي ما فيش اي ستونز هنا خالص. اه هنا ادي في اي في ستونز. تمام? ده اللي هو قبل العملية وده بعد العملية. تمام? فالفكرة بس نحن نتعلم الموضوع دوت عشان نختصر الحالة بسرعة. لو انت جاءت لك حالة. اول حاجة بتجيب في بالك. اول حاجة بتجيب في بالك. اي بقى. اول حاجة بتجيب في بالك ايه? ان هو عنده ستون. لو لقيته وشكله وكده يبقى تاخد الاشعة. لازم تاخد الاشعة. لازم تاخد ها ببص فيها. ولو هو بلوكت لازم تعمله. على فاكرة انا ما عملت وحطيت الاسطرة دي. انا مكشم اعمل عملية. انا مكشفاضي. عندي حالة كسيرة مش فاضي. ولكن مهمتك كاميرجنسي فات انت بتعمل هو بقى خلاص بقى يستنى البكرة. حد تاني يعمله عملية بكرة عادي جدا. طالما انت عملت له احطت وتحطها عادي في مفيش اي مشاكل خالص يستنى البكرة. تمام? اه ولكن انت برضو الحالة اللي انت ما ينفعش يستنى البكرة سبق اول اخر. فبتضطر تعملها فتجهز وتعرف ان تعملها والتي بتخش تعملها. الحاجة التانية اللي عايزكم تفتكروها دوت اللي هو سبعين تلاتين جميل جدا. اي ستون حيدخلها. اقول لك والراجل قال لي خمسة دولار فانا قلت له ايه? قلت له لا ستين ثانية. ماشي? قلت له ستين ثانية. اه انت بقى عندك لا انت حتعديها. طالما انت عملت ده بفضل الله وعملت التكنيك اللي اترك عليه ان انت اكبر كاثتر ممكنة. دخلت وصلت رجعت برة شوية. ماسك بتاعت البينيس قافل عليها. انت اللي قافل عليها. وهو قافل على الكاثتر مع بعض. اه ورجعت ورسنة صغيرة وهو بدأ يزوق يزوق يزوق. وما يزوقش بالكاثتر. بتزوق بالبريشر بتاع المية. هتعدي. هتعمل لها انبلاكينج. بالفضل الله وبعون الله مية في المية. تمام? اه ده الدروس المستفادة. وبس جد منك لانا كان واشوفكم ان شاء الله على خير المرة الجاية بازن الله. ومعلش ابنوا كان عطا. يا الله سلام عليكم.